لتعزيز التعاون في مجال النقل وقعت اتفاقية إطار بين البغرب والسنغال في اجتماع عمال بين وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل والوزير السنغالي للبنيات التحتية والنقل البري والجوي ماليكندياي اتفاقية تتعلق بتكون مهني بين شركة السكاك الحديدية السنغالية والسكاك الحديدية الجهوية لمدينة داكار ومع المكتب الوطني السكاك الحديدية المغربي بهدف تكويني الأطور السنغالية في هذا المجال كما اتفقنا على أن نعمل على تعزيز التعاون ثنائي اتفاقية وحدة كتخص اتفاقية مع معهد تكوين السكاك الحديدية والتي يخص تكوين السكاكيين السنغاليين من جهة ومن جهة أخرى اتفاقية شاركة فيما يخص ننتقسم تشريب المغربية فيما يخص تدبير المشاريع اللقاء شكل فرصة لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات صيانة السكاك الحديدية والنقل الطرقي والجوي إضافة إلى بحث سبل تحسين ظروف السلامة الطرقية في البلدين هذا اللقاء كان فرصة للوقوف عند الإنجازات النوعية للمملكة من حيث التنقل الحضري وبين البناطق الحضرية لا سيما في قطاع السكاك الحديدية وهذه الزيارة مكنتنا أيضا من التعرف على الممارسات الفضلة والخبرة المغربية الرائدة في هذا المجال الوزيران أشادا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والسنغال كما أكد رغبتهم المشتركة في مواصلة تعزيز روابط التعاون الثنائي خصوصا في قطاع السكاك الحديدية كما دعيا إلى تعزيز المساندة المتبادلة بين البلدين على مستوى المؤسسات الدولية خصوصا على مستوى المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والمنتدى الدولي للنقل